السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم قناة الأطلس واللشروحات أتمنى إذا أعجبكم الفيديو أن تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ثم الضغط على ألمات الإجاب بالفيديو تم مساء يوم السبت 14 غشة الجري بحيء الضخرة بمدينة اليوسفية إعادة تمثيل الجريمات القتل التي اقترفتها أخت عن غير قصدها في حق أخيها والذي أرضته قاتلا بعد عراق بينهما ووفق المطاية التي توصلنا بها فإن الفتاة جسدت تفاصيل العراق الذي اندلع بينها وبين شقيقها قبل أن تشرع والذتها هي الأخرى في تمتيل طريقة قيامها بوضع كيس على رأس ابنها وادعائها بأن وفاتها نتجت عن اختناق طوعي في محاولة منها التسطر على ابنتها وادعاء أن فلذة كابدها انتحر عملية تمثيل فصول الجريمة تمت وسط حضور كبير لساكنات الحي والجيران ولعدد من المسؤولين الأمنيين التابعين للضابطة القضائية بليوسفية وكان حي الداخل قد اهتز على خبر انتحار أحد فتيان الحي 15 سنة خلقا بواسطة حشر رأسه في كيس بلاسيك إلى حد الاختناق لكن تبين أثناء تشريح الجتة وجود كدمة كبيرة على مستوى جهازه التناسل لتنطلق التحقيقات معائلته وبعد محاصرة أخته بعدد من الأسئلة الضقيقة اعترفت أن الشجارة وقع بينها وبين أخيها جعله يبادلها بلقمة على مستوى بطنها لتبادله بضربة على مستوى جهازه التناسل خر على إطرها صارعا وفي محاولته لتمويه عن جريمة القتل قامت والدتها بفبركة سيناريو انتحاره عن طريق حشر رأسه في كيس بلاسيكي في محاولة فاشلة لتمويه الأب والأمن كذلك إلى ذلك تم إداع الأم وابنتها السجن المحلي بأسف في انتظار أن تقول العدلة كلمتها بشأنها اشتركوا في القناة